طيب عايزين بقى نعمل مقارنة بين البي جي تي اللي احنا اخذناه في الكترونيات واحد وبين الفتس اللي احنا بناخده في الكترونيات اثنين اول حاجة بالنسبة للبي جي تي كتت عندي المعادلة الشهيرة الاي سي بتساوي بيتا اي بي طبعا بيتا دي قيمة سابتة رقم سابت فده معنى ان قيمة الاي سي بتعتمد على قيمة الاي بي يعنى لو انا عندي الترانزيستور بالشكل ده عندي هنا كارنط اي بي وهنا كارنط اي سي الكارنط اي سي اللي نازل تحت ده بيعتمد على الاي بي فده كارنط كنترول ديفايس لان الاي بي الكارنط ده هو اللي بيتحكم في الاي سي بالنسبة للفتس المعادلة بتاعتم اي دي بتساوي اي دي اس اس في واحد ناقص في جي اس على البي بي لكل تربيع الاحظ طبعا الاي دي اس سابتة والفي بي سابتة فلاحظ ان الاي دي بتعتمد بس على البي جي اس عشان كده ده اسمه فولتج كنترول الفي جي اس اللي هو فولتج بيتحكم في قيمة الاي دي انا عندي المصفت بالشكل ده عندي هنا في جي اس وعندي هنا اي دي الفي جي اس ده هو اللي بتحكم في الاي دي عشان كده اسمه فولتج كنترول يبقى اول مقارنة يبقى اسمه فولتج كنترول وده اسمه فولتج كنترول ليه لان هنا الاي سي بتعتمد على الاي بي هنا الاي دي بيعتمد على الفي جي اس ده بيعتمد على كارنت ده بيعتمد على فولتج انا عندي هنا ثلاث معادلات اه معروفين اول حاجة الاي سي بيعتمد على اي بي الحاجة التانية انا عندي غلمة في بي اي اللي هو الفولتج ده 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 البيس وده المتر وده الكوليكتر انا عندي الفي بي اي ده اللي هو ما بين البيس وبان المتر ده بيبقى بسبعة من عشرة وبيدوني في المسألة ويقول ان القرنت اللي يمر في الاي بيساوي القرنت اللي بيمر في الاي اي بصبران مش بيساويه بس احنا لا يailand vérit ان potrzeوا يعيد احتباط فى المسألة بالنسبة لل الفي استمدد من النصف عن المعادلة وعندي الاي جي او القرنت اللي بيمر لي البيسفي الفولتج bs في المسألة يعani انا عندي القرنت ده البيسيد ده المولدرين ده السورس اي جي ده انا بعتبره بصفر بالتالي الاي دي او القرنت اللي بيمر ليه ؟ حيث أنت ميجزة من المعادلات إذا أفضل المحبوب ، معي هنا يجعل سفر وعند إي بي 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 سفر هذا اسمه باي بولر وده حاجة اسمها يوني بولر ده بيتقسم لنوعين NBN وBNB يعني أي بي جي تي بيتقسم لنBN وBNB أي فت بيتقسم لن تشانل وبي تشانل حتة بقى نظري كده أنا عندي الانبوت انبيلنس لو أنا عندي الترانزيستور بالشكل ده ده البي جي تي وده الفت الزد انبوت اللي هنا هنا مش عالية قوي لكن هنا الزد انبوت تقريبا بتسوي انفينيتي عشان كده الاي جي بتسوي سفر وده معناه ان الفت افضل من البي جي تي في الحتة دي يعني أنا من مصلحتي ان يكون الانبوت انبيلنس بتاع الترانزيستور بتكون اعلى ما يمكن الحاجة التانية البي جي تي عادة بيكون حجم اكبر من الفت ده معناه برضو ان الفت افضل لما يكون الحجم الترانزيستور اصغر ده معناه ان انا هاعرف اصمم شرايح الالكترونية فيها ترانزيستور كتير على حجم اصغر فده معناه ان الفت افضل من البي جي تي في حاجتين اول حاجة في الانبوت انبيلنس ان عنده فيري هاي انبوت انبيلنس الحاجة التانية انه حجمه بيكون اصغر من البي جي تي اشتركوا في القناة